موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة الحياة وبرنامج العيادة وحلقة النهاردة زي ما احنا تعودنا دايما مع بعض أنا وانتو نتكلم كل يوم سبت وسبت في كل ما يخص التجميل بشكل عام وكل الحاجات الجديدة المطروحة دلوقتي وكل التساؤلات والاستفسارات دايما في مجال التجميل إن شاء الله من خلال عادتي معاكم النهاردة والحلقة على مدار الساعة على هواء مباشرة أي استفسارات لأي حد فيكم في مجال التجميل هيكون في أرقام موجودة أسفل الشاشة ممكن إن شاء الله نتواصل بيها في أي استفسار خاص بمجال التجميل حتى لو خارج موضوع حلقتنا النهاردة كلمنا المرة اللي فاتت في الحلقة عن موضوع شائق جدا ومهم قوي وبيهم قطاع عريض جدا من الناس سواء ستات رجالة ممكن يكون في ستات أكتر شوية لكن مازال برضو بنلاقيه في الرجال وهو التراهولات بشكل عام تراهولات الجلد وإزاي إن الجلد ممكن يحصل له بعد التغيرات سواء مع السن بشكل عام في الرجالة والستات سواء في السمنة وبعد لما الواحد يخس جامد أو الواحد يخس جامد إزاي إن بيحصل سقوط وتراهولات في الجلد بشكل عام في الجسم كله وكمان في الستات كمان بنلاقيها شوية في موضوع الولادات في منطقة البط ده كان مصار حلقتنا اللي فاتت وركزنا قوي على منطقة البط النهاردة حنكمل الموضوع شوية على بقية أجزاء الجسم وإن شاء الله علينا عمر يوم السبت البعد الجاي حنتكلم إزاي الكلام ده بيحصل له كمان مشاكل في منطقة الوش والرقبة والجفون ده حيبقى مصار إن شاء الله حلقتنا السبت البعد الجاي لكن النهاردة خلينا نستقنف موضوع التراهولات اللي في الجسم بشكل عام باستثناء منطقة البطن شوية عشان استفضنا فيها المرة اللي فاتت يعني إيه بقية أجزاء الجسم هنلاقي في السيدات منطقة الساديين إزاي إن بيحصل لهم تراهولات سواء بعد لو واحدة مثلا كانت عندها سمنة كبيرة وخست قوي وممكن يكون في منطقة السادي برضو أثناء فترة وما بعد الحمل والإرضاع إزاي إن بيحصل سقوط في السادي بشكل كبير وإزاي إن إحنا عارفين ليه دايما حتى كمان نقول بعد منطقة السادي بعد وقت الإرضاع إن ساعة الرضاع السادي بتاع الست بيبكبر نتيجة إن الغودة نفسها اللبنية اللي بتفرز اللبن بتكبر في الحجم نتيجة إن دورها بيبقى في فترة الإرضاع هو إفرز اللبن فبتيت تكبر في الحجم ده غير إن ساعته يبقى فيه كمان زيادة في الوزن فبنقول إن الثادي نفسه المنطقة اللي جواه بتكبر قوي في الحجم او المحتوى الداخلي للثادي بتدي يكبر 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 بعد فترة الارضاع بيحسن هكسمها او بيصغر حجم الغدة تانية بترجع لمسارها الطبيعي وممكن بيحصل نزول في الوزن فبينلاقي الثادي نفسه بيفضى من جوه فاكيد انه كان ممتلق قوي وفجأة كل اللي جوه خس فيوم ايه الجلد يسقط ويتراحل فاول جزء في حلقتنا النهاردة هنتكلم عليه موضوع الثاديين فالثادي بيحصل له تراحلات والاسباب اللي انا اتكلمت فيها بعد كده كمان في منطقة تانية مهمة قوي منطقة الدراعين الدراعين دي برضو بنشوفها سواء في الرجال والسيدات وقلنا برضو اسباب ايه موضوع ان السمنة والواحد لما يخس جامد وساعات بنلاقي تراحل موجود في الجلد مع وجود برضو دهون كمان فبنلاقي برضو الدراعين برضو بيحصل فيهم مشاكل كتير وبسمعها كتير بودني ان ستة تيجي تقول لك والله يا دكتور انا بلبس لبسي كله مقاس لكن مشكلتي في حجم دراعي وتراهل اللي موجود فيه بيخليني يضطريني البس لبس تاني اكبر من مقاسي علشان اتلافة موضوع اللي موجود في دراعي عيدا كتير اول من اللي بيسمعونا وبيشوفونا دلوقتي حيبقوا فهمين معنى كلامي ده وبرضو في نفس التوقيت برضو بنلاقي في المنطقة التالتة اللي عاوزين نتكلم عليها النهاردة منطقة الرجلين او الافخاد ازاي برضو ممكن تلاقي ان حجمهم كبير او تراهلاتهم كتيرة فده بيخليهم برضو يحسوا ان مقاسي المنطقة دي نفسها مش او نسبة وتناسب مع بقية مناطق الجسم مفيش تنسق ما بينهم وما بين بعض حلقتنا النهاردة احنا هنتكلم بقى بشكل عام وبشكل خاص على كل منطقة ازاي بيتم حلها يعني هنبتدي بمنطقة الثادي اول حاجة منطقة الثادي النهاردة لما هنتكلم عليها هنتكلم في تراهلات الثاديين عند السيدات كلمة واحدة بس كده علشان الناس برضو يبقوا معانا فيها يا جماعة علشان بنسمع عن كلام كتير بصوا انا دايما يعني اجا لي تعليق مرة من حلقة اللي فاتت بالذات بقى دكتور انت كنت صادم شوية لينا هو ليه الكلام كان قاسي شوية ان انت مش مدينا امل هو اللي ركز في الحلقة كلها عارف كويس جدا ان انا حطيت نقاط مضيئة على ما صار الحلقة كلها وقلت هو دا العلم يعني ايه لو في مشكلة في كذا حلها كذا لكن حلولها التانية دي كلها مش حاجات هتبقى واقعية ولو مشكلة كذا هيبقى حلها كذا وبنسبة كذا في التحسن هو دا العلم يا جماعة يعني انا مش عاوز يتاخد بين كلامي ان انا لما باجي اتكلم ان هو انا ممكن كده ما بديش امل للناس بالعكس بالعكس هو ليه الناس بتتتخيل ان لما يتقال امل زائف يبقى هو دا الكلام الكويس لا في امل كويس جدا في العلم بيترحوا بقوة في كل تخصص من التخصصات بتاعتنا وفي كل مجالات التجميل بس يبقى الكلام موقعي هنقول قد ايه نسبة التحسن الاجراء عبارة عن قد ايه وهو عبارة عن ايه وبياخد وقت قد ايه علشان نوصل للتحسن ان احنا بنتكلم فيه فلما يجي نتكلم على منطقة الثديين ونقول ان فيهم تراهل يبقى لازم نبقى عارفين ان الحل الوحيد المطروح في العلم لللاحظة اللي احنا بنتكلم فيها هو الحل الجراحي للأسف بمعنى ايه ان كل اي حاجة هتسمعي عنها من حاجات بيحصل لها مثلا دهان لمنطقة الثديين بنلبس مش عارف ايه كل الكلام ده لأسف ما بيجيبش اي نتائج خالص في منطقة الثديين بشكل خاص هنتكلم في بقية المنطقتين التانين سواء الدراعين والافخاد وقول ايه اللي بيحسنهم تاني غير التدخلات الجراحية بس قول واحد تراهلات الثدي وسقوط الثدي حلهم الوحيد لللاحظة اللي انا بتكلم فيها في العلم هو التدخلات الجراحية باختلاف اشكالها وحتكلم عنها لكن ممكن يبقى في بعض الحاجات بنسمع عنها مثلا زي الخيوط بتحسن تحسن بدرجة معينة لكن ما نقدرش نقول ان هي ابدا بديل لعمليات شد الثدي ورفع الثدي الخيوط اللي هي بتتعمل لرفع الثدي لها درجات حاجات معينة طفيفة عشان نقول ان هي ممكن تحسن بعض الشيء لكن لو استسنين موضوع الخيوط هو التدخل الجراحي الحاجة الوحيدة اللي تصلح شد الثدي طيب هل معنى كده ان التدخل الجراحي لشد الثدي او رفع الثدي حاجة مش حلوة مثلا بعكس يا جماعة قد ايه ناس استفادوا جدا من عمليات الشد ورفع الثديين وفرقت معهم جدا في حياتهم انا يعني مش هنكركم القول لما اقولكم ان فيه ثيدات كتير احنا بنشوفهم ويبقى عندهم ترحولات في الثدي وسقوط بعد حمل مرة واثنين وثلاثة توصل لدرجة ان ترحول الثدي ده ثدي واصل لمنطقة من سقوط وصل لغاية منطقة السرة وقع للدرجات دي ويتعمل لها شد ورفع وموضوع بيختلف معها لدرجة ان هما نفسهم تيجي السيدة تقولك يا دكتور والله انا ما كانش الثدي بتاعي بعد العملية اللي تمت ما بقاش ما كانش مجدود بالدرجة دي يعني انت شدت لها الثدي بدرجة اكبر وبقى مرفوعه شكله انثوي جدا وشبابي جدا احسن من الدرجات اللي كانت قبل الحمل فبالتالي اللي انا بتكلم فيه النهاردة ان شد ورفع الثدي عملية نكحة جدا بس حتمس داي ما هو لازم برضو الناس تتخيل ايه الموضوع ومش اول ما نسمع اصل هي عملية شد ورفع الثدي عملية لا انا خايفة لا ما هنلازم اوقعين يعني لما نقول شد الثدي ورفعه ده معناه ايه ان الجلد الخارجي للثدي حجمه كبير قوي اكدنه دايما بشبهه اكدنه كيس كبير فاضي طب هو حلو ايه ان حجم الكيس ده نفسه الكبير يصغر شوية طيب عشان يصغر شوية يبقى لازم ليه بعض الدوابط الدوابط دي عبارة عن ايه اول حاجة ان احنا لما يبقى الحجم بتاعه كبير بالطريقة دي يبقى احنا لازم نقلل حجم الجلد شوية اللي هو الغلاف الخارجي ده اللي بقى حجمه كبير قوي الجلد نفسه بقت كتير وعمل سقوط طب نصغره ازاي انا دايما بحاول اقرب دايما الفكرة للناس يمكن مع اختلاف شوية التشبيه اللي انا بتكلم فيه لكن الجلد نفسه عشان يصغر في الحجم الشوية ويتشد لازم يتشال منه اجزاء دايما بشبهها عشان قربها للناس شوية لو هدومك او هدومك واسع عليك انت عاوزة تدايقيها وعاوزة تصغريها شوية فبالتالي لازم بيبقى فيه اماكن جروح معينة او اماكن خياطة معينة بتبقى موجودة في الهدوم بتاعتك او بتاعك عشان تصغرها شوية واتدايقها في الحجم طيب كده الناس هتقول لي طب و بعدين هو الثدي لما انا هعمل فيه جروح وضعها هيبقى عامل ازاي اكيد العلماء لما اخترعوا حاجة زي دي مش عاملينها عشان الناس تتشوية فبالتالي لازم اماكن الجروح نخفيها هنخفيها فين خلوكم معينة نستقبل تليفون الاول الو سلام عليكم استاذة دوحة ايه دوحة ازايك يا دوحة سلام عليكم عليكم استلامة وركات اتفدالي احياتي الى سمعك ايه لو سمحت لو سمحت دوكتور بس انا عندي بطن ايه بطن مالها يا دوحة ايه ايه البطن مالها ايه عندي بطن عالية شوية تمام انت عمرك كم سنة يا دوحة انا عندي 23 سنة تمام صغيرة وحدك متزوجة متجاوزة بيلي 3 سنين او طب تمام في اولاد يا دوحة لا لا لسه مفيش حاملة اولادة او طيب تمام فعيد حاجة بس تنزلي البطن شوية طب قوليلي انت وزنك كم كيلو يا دوحة وزنيه 69 طيب تمام وطولك تفتكري تقريبا قد ايه تقريبا يعني طولي بالضبط متر 60 طيب حلو قوي دوحة تبعيني هجاوب على استفسارك حالا يا ماما ميش شكرا يا دوكتور عافية بطفدالي بصوا هو طبعا دوحة بتتكلم على حاجة يمكن خارج شوية مصار حلقتنا وغالبا يعني طبعا خلينا نقول دايما ان احنا بنسمع استفساراتكم عن طريق التليفونات بنحاول ندي ابسط وسيلة علاجية بنقدر ان احنا نشوفها من خلال الاطراح اللي انتو قلتول نظري يعني احنا ما شوفناش بعينينا بس لما نيجي نقول فتاة عمرها 23 سنة ما حملتش ما ولدتش قبل كده غالبا بيبقى شايفين ان وحصل لاش نزول جامد في الوزن وكلام ده كله هي ما قلتوش ووزنها قريب من الميثاني الشوية فاحنا كم نتكلم قصات حالة سمنة موضعية يعني ايه؟ يعني دهون متكتلة في البطن ما عندناش مشاكل اوي في الجلد ما عندناش مشاكل في العضلات اللي بترهق مع الحمل والولادة عشان ما تمش الموضوع دا لها فبالتاني مش كتا كلها حاجة بسيطة شوية دهون متمركزة في منطقة البطن حلها يا ضحى لو بنيجي نقول سمنة موضعية زي نتقولي كده انت جسمك بشكل عام كويس بس هي بتقولك بطني حس انها كبيرة شوية او منفخة شوية فمعنى كده ان احنا عندنا شوية الدهون دي لو فكرنا نعمل لها دايت فاحنا مش هنتحسن بشكل خاص على مستوى البطن الجسم بينزل بنسبة وتناسب كله عن بعضه فاحنا معنى كده ان احنا عندنا شوية خلايا دهونية متمركزة زيادة في البطن عشان نعمل لها حل نعمل لها نحت للمنطقة دي نحت يعني ايه؟ كلمت عنه في حلقات قبل كده في طرق كتير مستحدثة في الموضوع ده بداية من شفت الدهون العادي مرورا بحاجات كتير اوي لغاية ما وصلنا لتقنية الفيزر اللي بتعمل نحت رباعي الابعاد لمنطقة البطن فقدر نخش عن طريق حاجة عاملة زي الانبوبة او الابرة كده بيتعمل نحت طبقة الدهون الموجودة في البطن وبتبقى متنسقة جدا مع الجسم والاجراءة ده بسيط جدا دلوقتي خاصة في حالتك اللي انت بتتكلمي عنها يا رب نكون في ادنك يا نرجع تاني بقى لموضوع الثادي وترحولاته فالعلماء قالك ايه؟ طيب احنا ده ده نصغر حجم الجلد المترحل ده والجلد اللي صائد ده كله وعاوزين نخفي اثار جروح معينة هتكون في المنطقة دي طب هنحطها فين؟ اول منطقة مهمة جدا هما فيه تلات مناطق ممكن تبقى منطقة وممكن اتنين وممكن تلاتة خلاص؟ اول منطقة دايما بنتكلم عنها هي منطقة اللي حوالين هالة الحلمة اللي هي ايه؟ دايما لونها بيبقى غامق شوية ومختلف عن لون الثادي حواليه فقالك التقاء الليونين مع بعض ما بين هالة الحلمة وبين لون الثادي العادي لما تحط منطقة جرح ما بين اللون الغامق والفاتح ده مش بيبقى ملاحظ للعين فده اول مكان مهم جدا وبيختلف جدا على فكرة فيه ناس مع تراحولات الثادي منطقة هالة الحلمة نفسها بيحصلات ديستورشن بيبقى شكلها مش حل فبالتالي اللون نفسه بيبقى شكله مش كويس ومش شكله متناسق فهنا اكدنا ضربنا على السلين بحجر واحد منطقة هالة الحلمة نظمنا شكلها كويس كلون واخفينا اثر الجرح ما بين اللون الغامق والفاتح هقولكو بعد كده بعد حمد لاتحالة طلع فاصل فيه اماكن جروح تانية بتبقى الاستادي عشان نعمل له شد بحاجة نروح في اي حتة تابعونا بعد النصر نجعنا لكو تاني عزائي المشاهدين وبنستقنف جزء تاني من حلقتنا النهاردة وكنا بنتكلم على موضوع تراهولات الجسم سواء عند الرجال او السيدات تراهولات الجلد اللي بتحصل وبتطرق مع تغييرات الوزن والسن وساعت بنلاقيها مع الحمل كل الكلام ده سواء في الرجال او في السيدات طبعا وفي الحمل في السيدات ازاي ان احنا بنعالجها وتعلمنا في حلقة قبل كده على منطقة البطن والنهاردة بنتكلم على بقية اجزاء الجسم مبتدينا في الجزء الاولاني من الحلقة عند السيدات ومنطقة الثادي وازاي ان احنا التراهولات دي بنعمل لها حل وانه هي الحل الوحيد لها هو الحل الجراحي والحل الجراحي بيبقى عامل ازاي اللي هو شد ورفع الثادي وقلنا طالما هو حل الجراحي يعني فيه اثر الجروح اثر الجروح دي الخبر الحلو قوي فيها ان في الثادي التقام الجروح بيبقى حلو جدا وبيبقى شكلها مع الوقت مش ملاحظ ان شاء الله وطبعا بيختلف من واحدة للتانية طبيعة التقام جروح ها عامل ازاي لكن مع الوقت وعشان نحكم على الجروح صح لازم يكون فايت عليها من 6 شهر لسنة عشان نقدر نقول ان الجروح عارفين هو دايما نقول اثر الجروح او الندبات اللي ممكن يخلي شكلها يبقى ظاهر ان لونها يبقى مش واخد لون الجلد او ان هي ما تبقاش ارتفاعها عن سطح الجلد متساوية مع الجلد تبقى برزة شوية داخل الجوة شوية ده اللي ممكن يخلي الجروح ملاحظة للعين او اثار الجروح ملاحظة للعين لكن لو قدرنا ان احنا نخلي اثار الجروح دي لونها قريب من لون الجلد وفي نفس الوقت سوا الجلد بتبقى مش ملاحظة للعين وبتدينا نتكلم على طيب إزاي هنخفي المكان أو هنخلي الجروح دي في منطقة مش باينة فقلنا أول مكان في نصف أولاني من الحالة قلنا أول مكان بنقدر نحن نخفي أثار الجرح نفسها كانت المنطقة اللي حوالين هالة الحلمة نفسها قلنا التقاء اللون الغامق مع الفاتح اللي هو الغامق بتاع هالة الحلمة مع لون الثدي نفسه ده مكان جرح غير ملاحظ معنا تليفون سلام عليكم أم ميا ألو أيوة ممكن تعالي صوتك شوية ناو سمعيني حضرتك آه سمعك كويس قوي تفضلي حضرتك أنا كنت والدك إيشتري مرة تمام وعندي بطن من تراهيلة جدا وعندي دهون في بطن وعندك دهون في ظهرك بطن آه سمعت أنا ترحولات البطن قلت بعدها دهون في البطن برضو آه تمام أنا حضرتك بس عايزة صحف من حضرتك معلومة ما سمعت إن مثلا واحدة ولدت فقالت للدكتور إن هو هو بيخيط لها العملية القيصرية أيوة يتقلها الجنس لا ما سمعتش وهي بتعمل القيصرية إيه اللي بيحصل؟ يخيط لها العملية إن هو بيشد الجلد فبالتالي بيبقى ما فيش تراهولات فأنا عدت في المعلومة دي صح ولا لأ؟ حاضر عيني حرد عليك حالا بص يا أممي ده قلت أنت بعد ولادتك مرة واحدة وتراهولات كتيرة عندك خيار من اتنين يا إما بتعملي عملية شد بطن من دلوقتي يا إما تعمليها بعد نهاية إن شاء الله ولاداتك وإن أنت تستكفي كده من الولادات يبقى ممكن تعمليها في الآخر سواء ده أو ده الاثنين مطروحين والاثنين كويسين وما فيش مشكلة مش معنى إن أنت مثلا لو فكرت إنك هتعمليها بعد ولادتك بتاعت دلوقتي وعملت شد البطن إن ده هيبقى في مشكلة في الولادات اللي بعد كده دي حاجة راجعالك واختيارك الشخصي لكن لو أنت مثلا عملت شد دلوقتي وفكرت حمالي بعد كده وده عادي ممكن يحصل شوية ارتجاع لتراهولات تاني بعد كده تضطر إن أنت ممكن تعملي إعادة لعملية نفسها اللي أنت عملتها دي حاجة اختيارية طيب حيثة إن إحنا بقى موضوعاً برضو عشان أرد عليها في جزئية شد البطن ساعة الولادة ولا إيه أنا عن نفسي وقطاع عريض جداً بالدكاترة موجودين على مستقل العالم ما بترجحش الموضوع ده قوي إحنا بنحب دايماً لما نفكر في عملية شد البطن نقول بعد الولادة حتى قده بستة شهر ليه؟ عشان يكون وضع البطن استقر تماماً عرفة عفوا أنت في فترة الحمل بتزدي في الوزن وبيكون جسم وارم وحجم الرحم كبير بتيجي ساعة الولادة بيكون ما فيش أي حاجة تغرد في الموضوع ده لسه أنت زيادة ولسه جسمك وارم ولسه حجم الرحم كبير فتيجي تشد البطن ما ببقاش النتيجة حلوة قوي ليه؟ إن أنت خلال أول ستة شهر حتفشي زي بيقوله بشكل بسيط كده هالتورمات حتروح حتخسي في الوزن اللي أنت زدتيه أثناء فترة الحمل وفي نفس الوقت الرحم بيبتدي إيه؟ يحصل له انفليوشن وبيصغر في الحجم فبالتالي إحنا بنحب جداً نحملها بعد ستة شهر بعد أن الموضوع ده كله يستقر نشد إحنا على النتيجة النهائية حاجة تانية مهمة جداً أي دكتور نسا بيحترم مهنته جداً بيبقى عارف إن إحنا في فترة الحمل السيدات بيكون الجسم مش متوازن فهو دايماً بيحب إن هو يخش العملية يعمل الوعدة القيصرية وتطلع على طول ما يطولش فترة البنج عشان ده مش حاجة حلوة فبيعمل وعدة في ستة مثلاً بيعملها في نص ساعة ويخلص القصة على طول وتطلع على طول الستة تتعافى بسرعة لكن هو يعمل شد بطن معاها فبتطول العملية أما حتة إن إحنا نعمل شد بطن للجزء اللي هو والد جداً بيلاقيها بتحصل من أطباء النسا إن يشد أسفل البطن وده في الآخر نتيجة برضو مش حلوة إن شد البطن عشان يبقى شكلها حلو لازم يبقى فيه شد بطن كامل وإصلاح للعضلات فقصة أكبر شوية معنا تليفون أستاذ إيمان شايماء أناسف أيوة شايماء أيوة شايماء أيوة شايماء اتفضلي دكتور أناس والدة بقى لي ستين يوم وعندي بطن بس هي مش بطن السوة مهم تمام يعني عاملة شوية دكتور وعلى طول بطن شدة علي أنت ولادت القيصري ها او تمام دي أول ولادة ولا أكتر او دي أول ولادة بقى لي ستين يوم طب تمام حمد الله على السلامة حجوبك دلوقت يا شايماء خليكي معايا شايماء إحنا بدري شوية على ستين يوم دي معنى أنا عاجبني أول تعبير ستين يوم يعني هو شهرين يعني فبالتالي شهرين دي السبادري شوية الجسم لسه هاترق عليه تغييرات كتير جسمك لسه وارن برضو فيه ولسه فيه زيادة طبيعي كانت في الوزن أثناء فتلة الحمل هتنزليهم ولسه فيه إرضاع لو ربنا كرمك وبتردعي طبيعي فهتنزلي في الوزن أكتر وأكتر ما نحكمش من دلوقتي بعد مروس التشهر هنشوف شكل البطن النهائية وزي ما أنا تكلمت في البداية ساعتها حيبقى حلولك بقى إيه مختلفة سواء نحت الدهون بس لو مش كدك تتبقى في الدهون لو جزئية أكبر من كده حيبا فيه تدخلات على مستوى شد البطن بشكل عام أو تنتظري لغاية ما تخلصي كل ولداتك وبعد كده تفكري كل الكلام ده ما تروح لكو بكل حاجة نرجع تاني مرجوعنا احنا دايما شوفوا ازاي البطن دايما مسيطرة على سيدات كتير حلقة الفاتل كنا نتكلم عنها أكتر بكتير وإحنا النهاردة عاديين بنتكلم على منطقة الثادي ومنطقة الأرداف والرجلين والدراعات كمان الفكرة بس دايحنا زي ما قلت أول منطقة في الثادي علشان نتراهل وإحنا بنعمل الشد حوالين هالة الحلمة نفسها بيبقى فيه الجرح اللي بنقدر من خلاله نخفيه ما بين اللون الغامق الحلمة واللون الفاتح شوية لمنطقة الثادي نفسها وجلده فبيبقى المكان ده مش ملاحظ وبنعمل تنصيق كمان ونخلي شكل المنطقة نفسها حاولين هالة الحلمة يلقى شكلها متناسق عشان لو حصلها برضو شكلها مع الترهولات بقى شكلها مش مناسب مكان الجرح التاني بلقى فيه خط طولي شوية نازل من منطقة هالة الحلمة ونازل لتحت شوية الجرح ده على فكرة التقامه أحسن واحد في كله أنا بتكلم فيه ده اللي غالبا عمره محد بيقدر يشوفه بعد كده مع الوقت المكان التالت وأثر اللي احنا بتكلم عليه بيكون في تانية الثدي من تحت فده مكان تانية بيكون مداري مش باين خالص من خلال الأماكن أنا بتكلم فيها دي بيقدر جراح التجميل يعمل تنصيق كامل للثدي بيقدر من خلاله لو منطقة الغدة أو الدهون بيتعمل لها تشكيل وبتترفع لفوق نتيجة أن هي سقطة لتحت والجلد في نفس الوقت بيتشكل حوالين الغدة والدهون ويبقى مجدود فالثديين بيرجع شكلهم أحسن من الأول كمان عشان في بنات كتير ويمكن في مجتمعاتنا بيبقى عندهم أصلا ترحولات نسبية في الثدي قبل منطقة قبل وقت اللي هو الإرضاع والحملة أصلا فبقدر نرجعه للشكل قديم ويمكن أحسن كمان معنا تليفون مادام شايماء ألو ألو أيوا يا شايماء إزاي حضرتك يا دكتور الحمد لله عجبني حماسك أولي يا شايماء قولي يا شايماء تفضلي دعا صمحت يا دكتور أنا عندي تراهل في البطس أنا والدة بقائل 11 شهره بردع طبيعي وعندي عروق تراهل في البطس من وانا حامل ومرحبت لحد الوقت وعندي تراهل في السادس بردع طبيعي لغاية دلوقتي بتردعي آه لحد دلوقتي طب كويس قوي تأول ولادة ليكي ولا كان فيه قبل كده يا شايماء لا ده أول ولادة انت عمري كم سنة يا شايماء عمري 19 سنة طب ربنا يديك الساحة شايماء بصينا حجوبك دلوقتي على اللي انت تتكلمي عليه وده كان أصلا في سياق حلقتنا جزء من كلامك 11 شهر خلاص احنا كده وصلنا لوضع البطن والسادي النهائي تقريبا تمام؟ يمكن كمان السادي عشان لسه هي كمان بتردع لسه ممكن يطرق عليه بعد التغييرات نتيجة ان هو لسه حجمه كبير شوية عشان هي بتردع والغدة حجمها كبير فلسه مش قادرين نحكم بشكل عام يا شايماء لو احنا بنفكر ان احنا نعمل حاجة لبطننا او للسادي لازم الاول تخلصي وقت الارضاع ده ممكن البطن تتعامل في الوقت ده لشان كده كده مفيش ملاش علاقة بالارضاع لكن الاحسن طالما ان انت كده كده ممكن هتعملي حاجة تعملي الحاجات مع بعضيها وطبعا ده جايد وان انت يبقى تحليلك كويسة وصحتك العامة كويسة لازم يتعمل بعض الفحوصات قبل اي عمليات عشان نشوف وضعك عامل ازاي تحليلك عامل ازاي عندك انيميا عندك عنك كل الكلام ده يتحل من قبل الاجراء نفسه لكن البطن المترحلة على حسب الدرجة بتاعتها انا اتكلمت يمكن قبل كده في الحلقة اللي فاتت ان في درجات معينة ممكن ببعض الاجهزة تتحسن بدرجة مرضية لكن في درجات بتبقى كبيرة لازم نعمل ليها تدخل اللي هو شد البطن نفسها اما بالنسبة للثادي انا لسه كنت بتكلم بعد ما تخلصي الارضاع خالص يبقى في موضوع اللي هو شد الثادي او رفع الثادي اللي بيتعامل جراحيا هنطلع فاصل دلوقتي وتابعونا بعد الفاصل هيبقى عندنا صور عشان نشرح ترحولات الثادي ترحولات الدراعين ترحولات الافخاد عاملة ازاي ونقول حلولها بتكون عاملة ازاي ما تحوش في ايها رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين وجزء بتاع حلقتنا دلوقتي احنا كنا منتكلم في بداياتنا على ترحولات الجسم بشكل عام وللجلد المتراحل سواء على مستوى الثادي منطقة الدراعين الافخاد كلمنا في كل الفترة اللي فاتت على ترحول الثاديين عند السيدات وقلنا ان التدخل الوحيد اللي بينفع وجايب نتائج حلوة جدا وبيبقى كويس هو التدخل في جراحي لشد ورفع الثادي ممكن في بعض الحالات بنحتاج ان احنا نعمل نحط مثلا حشوة سوليكونية الناس اللي بيبقى عندهم الثادي فاضي خالص ومحتاج ان يتعملوا بعض الامتلاء فبنساعد بالكلام ده ان احنا بوضع سليكون على اساس ان احنا ندي حاجتين في نفس الوقت ان احنا نعمل رافع للثادي وفي نفس الوقت نعمله امتلاء بشكل طبيعي طبعا هنتكلم دلوقتي على التدخلات الجراحية اللي بتكون على مستوى تراحلات الدراعين والافخات خلالي نقول ان الدراعين بنشوفهم زي ما قلت في داية الحلقة ممكن تلاقي ناس عندهم تراحلات كتير سواء من رجال او السيدات في الدراعين وعندهم جلد كتير او بيبقى ساقط بس شكل الجلد المتراحل بيختلف من واحد للتاني يعني عايز اقول ايه وده برضه حيبقى واضح لنا بعد كده في صور حنعرضها لكم ان احنا ممكن نلاقي التراحل موجود على طول المنطقة نفسها الدراع لقيت تراحل كبير ماشي بطول الدراع كله وممكن نلاقي تراحل جاي في المنطقة اللي جوه شوية اللي هي تحت القبط كده وبداية الدراع تراحل في المنطقة دي شوية في قاعدة دايما بتقول ان كل ما بيزيد تراحل كل ما بيكون في جرح حجبه اكبر شوية على اساس ان تقدر من خلاله ان تشد التراحل الموجود بمعنى ايه هنشوف بالصور بالنسبة لنا اللي هنعرضها لكم تراحل موجود في منطقة الدراعين وكل واحد ونتيجه عاملة ازاي يعني احنا مثلا شايفين تراحل الصورة العشمال قبل صورة العالمين بعد ده تراحل موجود نسبي مش كبير قوي وحتعرفوا تقولوا لي برضه ان هو مش كبير قوي هنشوفوا صور بعد كده اكبر من كده بكتير لأ احنا عاوزين الصورة اللي فاتت لسه معلاتش معلش عليها لو نقدر نجيبها التراحل ده درجة خفيفة فبنقدر من خلاله ان احنا من خلال جرح بيبقى في منطقة القبط نفسها في البط بيبقى مداري بيقدر نوصل للشكل اللي عليمين يعني جرح في منطقة القبط كفاية قوي ان احنا نوصل للشكل الكبير اللي انتو شايفينه عليمين قد ايه تحسن كبير قوي وجرح مداري في منطقة القبط نوصل الصورة اللي بعديها ده بينا تراحل كبير شوية هنا ما منقدرش ان احنا نوصل للنتيجة اللي عليمين إلا عن طريق جرح بيبقى موجود على طول الدراع بس من تحت عشان كده إنتوا مش قادمين تشوفوه دلوقتي في الصورة هو في مكان بيسميه منطقة الضل مخفية أسفل الدراع خالص بقدر من خلال الجرح ده نقدر إزاي نشد الدراع الشكل اللي على الشمال يبقى بالشكل أحسن بكتير وبقى مجدود كويس قوي بالشكل اللي على يمين بالصورة اللي بعديها نفس النظام برضو بالنسبة للتراهل ده لو شايفين التراهل موجود بالصورة اللي على الشمال على برضو مسافة الدراع كله هنلاقي التراهل موجود على الدراع بشكل عام فبالتاني برضو الجرح هنا بيكون أسفل الدراع مداري في منطقة الضل بطول الدراع ونقدر نوصل للشكل العالمين فالجرح هنا بيبقى مداري برضو خش الصورة اللي بعديها ده اللي أنا عايز أقوله شايفين الصورة اللي فوق بتوريكوا الدراع متراهل جدا الخط اللي بالمنقط ده اللي انتوا شايفينه فوق ده مكان الجرح اللي بيبقى موجود أسفل الدراع فبنشوف الشكل اللي تحت الدراع وهو مشدود والجرح بتاعه مش باين ان هو اسفل الدراع خالص في منطقة الضل ما بتبقاش باينه نشوف الصورة اللي بعدها هنا بقى منطقة الارداف ازاي ان احنا شايفين الشكل اللي على الشمال فيه تراهل كبير وبالذات في الارداف من جوة الداخلية فيه تراهل باين قوي بيبقى المنطقة دي نفسها بيبقى الجرح بتاعها مداري عارفين اللي احنا بنقول عليه بيكيني لاين اللي هو مداري فوق خالص في المنطقة التانية نفسها بتاعت الفخد فبنقدر نوصل للشكل اللي موجود على اليمين فيه صورة تانية كمان بعدها مش عارف اه شايفين الصورة اللي على الشمال ده تراهل بقى كبير قوي هنا بنقول ان احنا علشان نوصل لشكل مرضي بالشكل اللي مرسوم على اليمين هنا لازم الجرح يبقى بالطول في منطقة الافخاد من جوة ماشي بطول الفخد نفسه حقيقة الجرح ده انا مش بحبه قوي ان ممكن يسيب بعض الاثر لكن خلينا نقول ان كل المشكلة وحلها نسبة وتناسب المشكلة كبيرة قوي عند السيدة في الصورة اللي على الشمال فلما نعمل الجرح طولي شوية في الافخاد من جوة حتى لو هو بالنسبيا اللي ان هو حللها مشكلة كبيرة قوي عشان نوصل للشكل اللي على اليمين فيه مش عارف صور معنا تاني او لا؟ خلاص تمام الفكرة بقى ايه في اللي انا عايز اقوله خلينا دايما نبقى واقعين يا جماعة احنا دلوقتي بنتكلم على ترحولات موجودة في الدراع وفي الافخاد علشان نوصل لنتائج مرضية فيه بعض الوسائل العلاجية الغير جراحية وفيه وسائل جراحية خلينا دايما نقرب الفكرة للناس كلما تبقى الدرجة مش كبيرة في الترحول بتاع الجلد كلما الوسائل الغير جراحية ممكن تجيب معاها نتائج حلوة طبعا انا بتكلم في كلامي على الدراعين والافخاد مش منطقة الثاديين خالص واحنا قلناها ان الثاديين حلها الوحيد اللي هي عملية شد الثادي او رفعها او ان احنا بنحط حشوة سيليكونية في بعض الدرجات لكن دلوقتي بنتكلم على الدراعين والافخاد حلها الوحيد تدخل جراحي طب اتدخل الجراحي هيبقى عامل ازاي طبعا في الدرجات الكبيرة الدرجات اللي قل منها والدرجات اللي بتبقى طفيفة او نسبيا متوسطة في بعض الاجهزة اللي ممكن تحسنها عن طريق اجهزة خارجية مثلا اجهزة اللي بيكون فيها الموجات الترددية الحرارية بتقدر منها تعمل وتحفز الكولوجين شوية بتاع الجلد فيبتدي يشد بدرجة معينة عشان كده بيبقى مناسب للدرجات الطفيفة او المتوسطة الخفيفة برضو بيكون في حاجة اسمها الهايفو اللي بتبقى الموجات الصوتية المتمركزة اللي بتخش برضو الطبقة اللي تحت الجلد عشان تساعده يشد في برضو درجة حاجة اكبر شوية اللي هو الفيزر الجهاز بيكون فيه موجات صوتية بس من تحت الجلد بيساعد الجلد شوية كل ده في الدرجات الطفيفة والمتوسطة في بداياتها اما الدرجات المتوسطة الكبيرة والدرجات الكبيرة قوي دي لازم تدخلات جراحية سواء على الدراعين او الافقياد هكمل كلامي على الدرجات دي بس بعد الفاصل هادش روح ايحد رجعنا لكم في اخر جزء من حلقتنا والوقت يعني كان بالنسبة لنا يا ربي كان خفيف عليكم بس يهمني كده جدا في اخر جزء من حلقتنا ان نحاول ألملكو الكلام اللي احنا قلناه من شوية ويبقى الناس طلعت كده بخلاصة مهمة ان شاء الله كده يفتكرون بيها الكلام كان مهمة قوي النهاردة ان احنا منتكلم على ترهولات الجلد بشكل عام سواء للسيدات والرجال وبذلك في بعض المناطق سواء في السيدات في منطقة الثديين او سواء سيدات ورجال في منطقة الدراعين والافخاد وقلنا في الجزء الاولين خالص ان احنا بالنسبة للثديين ترهولاته بالنسبة للسيدات علاجها الوحيد الواقعي الطبي المعتمد دوليا هو عمليات شد الثدي باختلاف أشكالها ودي طبعا بتحتاج تقييم طبي وبتختلف من جراح تجميل للاخر شوية كل واحد وخبرته في المجال ده شوية لكن في خطوط عريضة لازم نبقى فاهمينها فهي حل ترهولات وسقوط الثدي بيكون عملية شد الثدي ورفعه وقلنا ازاي ان احنا بيختلف بقى التكنيكس وطرق ازاي رفع وشد الثدي وازاي الندبات بنخفيها بحيث ان السيدة تستفيد جدا من الموضوع ده وما يكونش الموضوع سبب لها اي ضرار الحاجة التانية ان احنا اتكلمنا برضو في موضوع اه ادراعين والافخاد وقلنا ازاي ان ترهولاتهم سواء في الرجال والسيدات اه في درجات والدرجات بالنسبة لنا لو هي درجات بسيطة او بداية المتوسطة في بعض اجهزة محترمة جدا في طبعا اجهزة كتير ملاش اي لازمة لكن في اجهزة معينة اه وقلت اسامي التكنولوجيز تاعتها سواء بالنسبة للموجات التردودية الحرارية سواء الموجات الصوتية المتمركزة كل الحاجات دي ممكن تساعد بدرجة معينة طبعا نتيجتها مش في ساعتها بتاخد لها شوية وقت سواء بقى باختلاف انواع الاجهزة عدد جلسات الوقتها دي في النهاية بنوصل لدرجة مرضية في تحسن للدرجات اللي انا قلتها اساسا من التراحل اما لو درجات كبيرة شوية بالنسبة للدراعين والافخاد قلنا ان التدخلات بتبقى جراحية وقلنا ازاي ان اماكن الجروح بنخفيها سواء في الدراعين او الافخاد لاماكن بتاعتها ازاي بتبقى كويسة والتقامها كجروح يبقى كويسة وحكلم اقول دلوقتي التعافي بيبقى عامل ازاي بس بعد تليفوننا استاذة امل الو الو استاذ اهلا وسهلا يا امل اتفضلي ايوا جميل الثدي بعد الرضاعة على طول كان الثدي مش موجود اه تمام حاضر عينيه هرد عليك حالا بص يا جماعة بالنسبة لمنطقة الثدي نفسها اه زي ما انا قلت قبل كده هو طبعا هي بتتكلم امل على حالة خاصة اه هي امل اساسا منطقة الثدي بتاعتها كانت فيها دمور من قبل مراحل الحمل خالص حصل ان الثدي نفسه اثناء فترة الحمل كبر شوية نتيجة ان الغدة نفسها زادت في الحجم وقلت وعشان تستوعب طبعا افراز اللبن اللي بيتمه للارضاع وبعد ما قد دوره خالص وخلصت فترة الارضاع بتاعتها وياد الوقت يمر عليها سنتين ونص بعد الولادة وخلصت الارضاع رجع تاني الثدي لوضعه القديم هنا نقطة لازم نبقى فاهمينها يا جماعة تكبير الثدي على مستوى العالم كله حاجة من اتنين يا اما هنعمل تكبير عن طريق نحق المواد معينة على رأسها الدهون او مواد اسمها الفيلر وده هنا مايفوتنيش لازم اقول حق ان الدهون لازم يتم مش بكميات كبيرة قوي علشان الدهون دي خلايا حية محتاجة ان هي تعيش في منطقة السدي بعدها بتتحين فطبعا لما بتتحين بكميات كبيرة ده ممكن يتعارض شوية مع تغزيتها لسه في دراسات بتتم عشان الموضوع ده تثبته هل ممكن نحقن دهون بكميات كبيرة ولاقة في الثدي ونحافظ عليه بدون ما يحصل ضمور للخلال اللي هتتحين فطبعا ده موضوع بيختلف من جراح للتاني والدراسات شغالة فيه لكن ممكن يتم نهاية الموضوع لبعض الناس بدرجات معينة ممكن يتحين مادة اسمها فيلر اللي هي المادة المالئة بس لازم تكون من هيرانيك أسد اللي هي مادة طبيعية ما يتحينش مواد صناعية عشان من اسمها عنها كتير ده ممكن يبقى مدرر للثدي ده اسلوب لتكبير الثدي يا أمل وده بالحقن بس هيبقى مؤقت مش هيبقى دائم فيه اسلوب تاني اللي هو معتمد دوليا وفيه أنواع منه كتير أبي باخد حاجة اسمها اللي هو تصريح تدول على مستوى العالم دي بتتحط اللي هو الحشوة السليكونية وعملية نجحة جدا 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 وبتبقى دائمة نتيجها برضو لها بعض الضابط عشان مش ما صار حلقتنا النهاردة لكن في الآخر هي عملية كويسة جدا نتيجها حلوة قوي ومرخصة على مستوى العالم هو تكبير الثدي عن طريق السليكون مفيش حاجة غير التلاتة اللي أنا اتكلمت عنهم دول أي حاجة بعد كده ده ضرب من الخيال مش طبي خالص وفي الآخر الحاجات دي دكتور التجميل هو اللي بيقدر يحدد أنه أنسب لك فيهم نرجع لمرجوعنا ان احنا كنا بنقول في آخر حلقتنا النهاردة حتت أن الترحولات نفسها لما هنعمل العمليات بيبقى فيه جروح الجروح دي بتلتأم في خلال يعني على مستوى العام كله حوالي أسبوعين عشان نقدر نقول أن الجروح دي التأمت بشكل كويس يهميني جدا 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 قبل ما سيبكو أقول لكو أن الجروح بعد التأمها ما انتهيتش كده القصة لازم يبقوا بالنسبة لكو فيه اهتمام ورعاية لمناطق الجروح دي نفسها الكلام ده كله الدكاترة المفروض في متابعتكم معاه يا جماعة جزء كبير جدا من نجاح العملية والنتيجة عشان تبقى حلوة ومرضية قوي وانت تختلف جدا أو تختلف جدا أنك تتابع بعد حتى التأمي الجروح عشان أصار النهارات نفسها يبقى كويس وبعد التفاصيل التانية اللي مش حقدر دوعا أتكلم فيها دلوقتي إن حلقتنا للأسف خلصت إن شاء الله أكمل معاكو السبت البعد القادم لو لينا عمر هنتكلم عن الوجه الرقبة الجفون الترحولات اللي فيها بشكل عام كل حاجة إزاي بيتم تصلحها إن شاء الله بكرة حيكون معاكو دكتورة سالي سفت أخصيات الأمراض الجلدية تتكلم فيهو كل ما هو جديد فالأمراض الجلدية على وعدة أشوفكم إن شاء الله لو لينا عمر يوم السبت البعد القادم وأشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة